يعني أول خبر عندنا بيتناول مطالبة جمعية المستأجرين في النمسا بتقليل تكاليف السكن بحيث لا تتجاوز 25% من دخل الأفراد بحلول عام 2030 وأيضا لإلغاء عقود الإيجار المؤقتة هذه الأزمة جعلت السكن قضية مركزية في الحملات الانتخابية بعض الأحزاب السياسية استغلت هذه القضية لجذب دعم الناخبين بالرأيك لأي مدى يمكن أن تساهم التدابير المقترحة في حل أزمة السكن في النمسا تحياتي بوصينا وتحياتي لجميع السادة المشاهدين والمتابعين على النمسا ميديا أتمنى لك التوفيق في بداية قراءاتك عودة كريمة إن شاء الله عودة كريمة إن شاء الله صراحة موضوع السكن والتكاليف والزيادة الأحيانا اللي عم تكون جنونية بالإيجارات يعني دفعت كثير من الأحزاب السياسية خاصة فترة الانتخابات إضافة للجمعيات على أنه فعلا تحاول أن توصل صوت الناس واللي هن فعليا تأثروا بأزمة التضخم من 2022 حتى اليوم فبيقلك بكل بساطة جمعية المستأجرين شو قالت؟ قالت يجب أن لا يتجاوز إيجار الشقة عن 25% من الدخل طبعا هذا الكلام مع الأسف اليوم يمكن أحيانا يكون أحيانا ضرب من الخيال يعني كم شخص بالنمسا خلينا نقول ماشي إيجار شقةه 500 يورو بيحصل على 2000 يورو شهريا ما بتصور هذا عدد كتير قليل إيجارات الشقق اليوم زيبنا نحكي بفينا تحديدا ببعض المناطق التانية اللي مثل عواصم المقاطعات سان بولتون، غرات، سلينز، سالسبورغ، فورالبرغ الأماكن المكتزة بيكون فيها الإيجارات مرتفعة جدا هون طبعا حزب الخضر قال أنه لازم لازم يتم تجميد زيادة إيجارات الشقق حتى 2026 كان لازم كان لازم كمان الحزب الاشتراكي كمان قال أنه لازم بدون يحاولوا أنه يجمدوا زيادة الإيجارات حتى حتى 2026 أضيفي على ذلك أنه طالبة الجمعية أيضا بزيادة شو بزيادة الشقق البلدية زيادة الدعم البلدي للشقق هذا الشيء طبعا فيه خبر آخر ما بعرف رح حاول أني أطالعه اللي هو الفولكس هلفا أزمة السكن تحدد نتائج الانتخابات لغلبية الناخبين في النمسا وأنا جاي لك في السؤال لبعض كده هل يتم استخدام قضية السكن كأداة لجذب الناخبين من قبل بعض المرشحين وكيف يمكن أن تؤثر السياسات الجديدة المتعلقة بالسكن على نتائج الانتخابات المقبلة مئة بالمئة سؤال بالغ الأهمية يا بوطينا موضوع أزمة السكن فعلا فيه أحزاب مع الأسف بتعتبره أنه هو شيء غير مهم وما بتقول أنه هنا في 90% من سكان النمسا تقريبا فينا نقول هن يعني فعليا بالطبقة المتوسطة طبعا طبعا 90% تتجزأ إلى ثلاثة عندك الثلث اللي هو الفقير جدا والأفقر والأفقر ولكن فعليا 90% هن من الطبقة المتوسطة فبالتالي الأحزاب مثل حزب الحرية اليميني المتشدد أو المتطرف يعني كما يوصف وعندك حزب يمين الوسط هو الحزب الشعب أيضا ما كتير معنيين بموضوع الإيجارات اللي بدائما بتحدث بهذه القضايا هو حزب الاشتراكي هو الحزب الخضر فطبعا هلا لو نطلع على البرامج الانتخابية للأحزاب فعليا هن كلهم عم يتحدثوا على تجميد الإيجارات تجميد زيادة الإيجارات عفوا حتى 2026 وحزب الاس بي او قال أنه لازم ما تتجاوز حتى 2% الزيادات فبالتالي هي مع الأسف دائما بتكون هاي العملية عبارة عن شعرات انتخابية ومتى ما قلت انت فعليا عما يستغلوها الأحزاب السياسية ما بين بعضهم بعضا حتى يحققوا أوراق بس الحزب الفوركسيل في شؤالة أزمة السكن ستحدد نتائج الانتخابات لغالبية الناخبين في النمسا شو يعني هذا الكلام قالت لك لأنه معظم الموجودين في النمسا من الطبقة المتوسطة واللي تأثروا بالغلاء يعني ما في حدا من 2022 حتى 2024 ما زاد إيجار بيته 100 و 200 يورو يمكن أكثر من ذلك فبالتالي هذا الموضوع هو فعليا سيكون يعني خلينا نقول شعرة معاوية التي ستحدد فعلا من سيربح الانتخابات لأنه اليوم كل ناخب ما بتقل لك شو بدك تعطيني بالسياسة بضرب إيده على جيبته قديش في معي مصاري بناءا عن اللي أنا بجيبتي بناءا عن الحزب شو بيقدم لي أنا رح انتخب اللي تسبب لي بعقوبات وتسبب بتضخم وتسبب بمشاكل كثير أنا ما رح أعطي صوتي رح أعطي صوتي فعلا للي بيقدم لي حل بموضوع زيادة الإجارات اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة